هيا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. حالتك حاليا يا برج الجدي عاملت ازاي؟ الشمس. يعني ما شاء الله في نجاح. حسب نجاحك. كويسة. في امان. في يعني جواك دفع كده. جواك دفع. طقة حلوة جدا. انت حالتك الحمد لله كويسة جدا. حالتك انت. شكل الشهر عامل ازاي؟ الشهر شكل فيه خير جدا. اما ان انت هيبقى عندك عطاء كتير. هتدي كتير الشهر ده. حد هيديه لك كتير. بس فيه حالة عطاء. مكافآت. آآ فلوس جاية من ناس كبيرة. آآ ورس. فيه شكل الشهر فيه خير كتير. انا صور حاجة فيه. فين صوت؟ لا الصوت ايه؟ الصوت كويسة يا جماعة. الصوت مش واضح. ليه يا جماعة؟ ليه يا جماعة ده المايك والدنيا مفروض كويسة جدا. اللي عنده مشكلة في الصوت بيس يخرج ويدخل تاني. فشكل الشهر فيه عطاء كتير. فيه او ممكن يكون اخده ورد. انت عايز زي ما تقول كل حاجة. السحر ده مع كل حاجة. معاه زي ما قلنا العصر. ومعاه الكوباية. ومعاه الكوين. ومعاه السيف. الساحر كمان معاه اربع الاربع عناصر. الارض. الامية. والهوى. والنار. الاربع. عايز كل حاجة. انت الشهر ده عايز يبقى عندك فرص كتير. وانت تعرف تستغل الفرص دي بكل الادوات اللي معاك دي. انت شكلك داخل على طموح جامد. فيه اللي بيوقفك. ايه عقباتك. عقباتك. ضميرك. اه الى عادة والتقاليد. فيه وازع ديني او وازع ضمير هو اللي موقفك. اه يمكن اه حاسس بحاجة من اللي انت يعني مقبل انت تعملها او الفرص اللي بتجي لك. شاكك. هل هي ممكن تزعل ربنا بحاجة. او او ممكن المجتمع بتاعك ما يتقبلهاش. الموقفك. الحتة دي وازع ديني او وازع ضمير. فاهمين قصدي ايه? دي العقبة اللي هتكون قدامك. ايه اللي هتحققه الشهر ده? اول حاجة انت الامل عندك. ذكرت الامل. النجم الامل. يعني احنا عندنا اسمه سحر بس بمعنى السحر اللي احنا بقلوحش بس هو اسمه ماجيك. السحر بالمعنى الحلو. اه انت هتحقق حاجة فيها سحر اللي هو من حلوتها ومن كتر بارقها. بريق بريق وامل شديد جدا جدا جدا. ده في حد ذاته يعني انجاز. ده الانجاز اللي انت هتعمل وانت هترسل لنفسك امل وطموح مش قادر اقولك عمل ازاي. دخل مرحلة فيها سلام داخلي. وطاقتك فيها هدوء وسكيمة. وعقلك متزن. mentally balanced. اه يعني المزاج الحمد لله ماشي كويس. وgenerous spirit. ودي بتأكد ده. الروحك فيها عطاء. عايز تدي. عايز تدي عندك طقة عطاء. يعني ما شاء الله حاجة حلوة جدا. خليك بالروح الحلوة دي يا جدي. روحك حلوة جدا الشهر ده. حاجة يعني فيها سلام وحاجة جميلة جدا. ايه اللي انت محتاج تتفادى. what to overcome. القلق والخوف والاضطراب. ممكن يكون عندك شوية قلق وخوف بما ان انت عمال عندك حماس وبشكلك داخل على حاجات كتير كده. فعندك خوف والاضطرابات. حاول تعدل حتة دي. اضطرابات ومخاوف. انا مش شايفة لها داعي. انا شايفة ان السكة حلوة قوي. السكة مفتوحة. والامل اللي عندك ده. انت بتشكل حاجة بايدك. انت الساحر. انت اللي بتملك الحاجات دلوقتي. هو اللي هيحدد انت هتعمل ايه ومش هتعمل ايه. انت الوازع الديني عندك شغال. يعني ما بيبشواخد اجازة. ما تقلقش من حاجة خوفك ده ملهوش اي داعي وظفه بطريقة بطريقة صح. ايه اللي محتاج تحتضنوا الشهر ده? العيلة. ايه الناس اللي انت محتاج تكون جنبهم جدا ويبقوا جنبك. هما انت اللي محتاجهم اكتر عيلتك. يعني عم ده مشاكل وزعلنة مع عيلتها! اللي زعلان مع مامته. اللي زعلان مع باباه. يروح يصالحوا. والعيلة هي دي اكتر حاجة انت محتاجها الشهر ده عشان الصورة تكمل. الحالة العطاء والاااا و الوازع الديني والاااا اول امل الروحاني الجميل ده. حيتوج بالعيلة. ان العيلة تكون متربطة ومتصلحين و حاجة يعني صورة جميلة جدا للعلام. هتلاقي فين الدعم. انت هتعرف يعني ايه اللي هيدي لك البوش. كل ما تلاقي نفسك عامل كده دعبان دعبان اللي هو يا كده شقيان. ده الدعم بتاعك. اول ما يدي لك الاحساس ده اعرف انت ماشي صح. انت بتتعب جامد. انت كده شغال صح. هنا هتلاقي الدعم. مش هو انت انتخ ومرايح. لأ وانت شغال. عندك حاجات فرص كتير يا جدي استغل لها صح. ايه النصيحة? نصيحة تلتروا ليك الخمس سيوف. ايه الخمس سيوف دول? ده واحد يعني حتى لو الدنيا بغايزة معاك. او ما وصلتش لنتيجة انت كنت متوقعها ودوارد جدا ان هو يحصل. اوقف كده وبتحك بسام على والشك انك كسبان. ممكن يكون ده حاجة تانية غير موضوع الامل وفي الشغل والحاجات دي. لأ ممكن يكون حاجة برا. مثلا كان فيه او مشكلة دخلها مع حد. حتى لو خارج انت خسران او حس ان انت الجيم انت مكسبتوش يعني. مش عايزك تبين ده خالص عايزك تبين الجوكير الفيس. بتحك ولا فرق معاك. دي نصيحة الكارت ده اوعى تبين ان انت تهزمت. الجدي عصبي فعلا يا سلمتي حقيقة. طيب حلخص القرية القرية حلوة جدا. دي حالة الجدي دلوقتي في نجاح يا جدي. حاسس بنجاح. حاسس بدفع. حاسس بسعادة. دخلها مش مبررة كده. انا فايتا مش فاهم يا جاية منين. حاجة مش مبررة. بس حاسس بسعادة وحاسس بامل. شكل الشهر ده في ايه? فيه عطاء رايح جاي. انت بتدي وناس بتدي لك. اه هدفك فرص. عايز فرص. وانت مستعد انك انت المراضي حتستغل الفرص دي صح. عندك الادوات اللي تخليك تستعمل الادوات دي صح وتوظفها لصالحك 100%. الساحر. مفيش حاجة نعرفش يعملها. زي ما قولنا نبص دايما للحالة للغة الجسد. ايهت في الارض ويد في السماء. اللي هو هعمل اي حاجة. انا هعمل اي حاجة. انا واحد عايز فرصة وكنت مستنيها وجاتلي وهرف ازاي استغلها. ايه العوائق? العوائق دينية او وزع ديني او الضمير. اه بمعنى يمكن فرص تجيلك تحس انها مش ماشى مع مبادئك. لا انا معرفش اعمل ده. انا مش موافق على ده. ده اللي ممكن يعرقالك شوية. بس لو انت شايف ان ده الصح. امشي مع الصح. ايه الانجاز اللي هيحصل عندك انت عندك الانجاز الشهر ده امل. عندك امل ومنور نجم. نجم. امل روحانية. السحر في الهواء. ماجيك is in the air. اللي هو حاسس ان ما فيش حاجة مستحيلة. انا ممكن اعمل اي حاجة. اه حالة من العطاء. عندك حالة عطاء من جواك. اه وزي ما قلنا حالة سلام داخلي وتوازن عقلي. عقلك عقلك متوازن. يعني الساعات كده يا جماعة بيجي لنا وقت في الشهر تحس ان ادماغنا شطحة كده. ده هو كل حاجة عندنا اوفر. اه انفعلتنا على الحاجة اوفر. مزودين في كل حاجة. او تلاقيها مثلا ده حتى اوي ما تلاقينا ما بنيديش رد فعل. الحاجة لازم ترد عليها. فدي عالي حالة عدم توازن. الشهر ده انت في حالة توازن عقلي وانفعالي. الحمد لله ده يا حبابي. محتاج ده تفادى ايه؟ الخوف والقلق. وانت ربط النوم. والتفكير الزايد. تفكير كتير في التفكير. لأ انا عايزاك بدل التفكير والقلق ده. تحولوا لحاجة تانية. which is already انت حاسس بيه يعني. وظفوا في حتة تانية. وظفوا في الامل. في الطاقة. في 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 البوش. ادي نفسك بوش انك انت عايز تعمل حاجة. هات ايه اللي انت محتاج تلتصق بيه الشهر ده ويبقى زي ضلك كده؟ عيلتك. عيلتك. هما دول اهم حاجة. باباك مامتك اخواتك. اه باباكي مامتك اختك. اه دول اللي انت محتاج منهم الدعم. اه زي ما قلنا اللي زعلاني من بعض يروحوا دلوقتي يسالحوا ببعض دلوقتي. هتلاقي فين البوش بالتعب. كل ما تلاقي نفسك تعبان. اتأكد ان انت ماشي صح. كده انت ماشي صح. النصيحة متدينش انهزامك حتى لو انهزمت. بشكرك يا سينو. سينيو. سينيوريتا. انت اسماعهم كده يعني بفتكر دي كلمة ودي كلمة. انا شايفة امل كتير يا زهرة باذن الله في فرص كتيرة بس عزاكوا تحسنوا استغلالها. ومالو يا سهام ده ممكن يكون شكل من اشكال التوازن على فكرة. انك مكبرة جماغك. ده حاجة حلوة جدا. ده مش وحش خالص يعني. انا جدي بصابي صبية جدا. بص يا جماعة موضوع الصبية ده في الجدي معروف. انتو عصبيين انتو الحمل. عصبين جدا. يعني موضوع العصبية ده وانا كنت بيعاني منه كتير. واحنا بنقول برج ايه? حول الارب. اه الجدي. زي ما قلت لك يا جماعة تامليني النفس ده مهم جدا. جدا. بيساعد جدا. اول لما تلاقي مشكلة جاية عليكو. خدوا نفس عميق. اغيروا المكان. وروحوا قضة تانية. انت بفهم مثلا انت كمين معجوزك. وحسن الشرارة بتطلع والسلك بيلمس. بقى دي سانية واحدة. سانية واحدة. خشي قضة تانية. اشربي مية. مية بتهدي جدا على فكرة. بتهدي بتهدي بتطفي النار اللي جوا دي. اه. اخدي نفس. بعد كده اتكلموا. يعني لان العصبية دي هي مشكلة. انت اكتر واحدة بتتأذي. لان انا عصبية برضو جدا. والموضو ده ازاني جامد جدا جدا جدا. بتأذي صاحبها. وبزع للناس منه. لانه بيقول كلام. هو مش عايز يقوله. ويندم عليه بعدين. اه. فيعني عشان تتفادي الموضوع ده. جربي والله يصدقيني الموضوع ده. انا باخد بعدي. وبامشي روح قوضة تانية وبعدين رجعتيني. بعدها في خمس دهية بالزبط. مش هيحصل اي حاجة في الخمس دهية دي. يعني حقك مش هيروح. هتقولي لي انت عايزي. بس هتقولي بصورة احسن. وفيها عقل اكتر. وهتاخدي حقك. مش هتخسري. بالعكس. يعني هتكسبي اكتر. لانه وانت بتعصبها لو رديتي هتغلطي فهتخسري حقك. فهمتي الفكرة. معديني ليش موضوع العصبية ده انا عارف ان هو صعب. وانا انا اخر واحدة وانصحكو في مطار عصبية ده. لان انا عصبية جدا. جدا فوق الوصف ممكن كنت تخيله. بس بحاول. يعني ولازم نقدر نحاول. هنعمل ايه? دي القراءة العامة. خانونا دلوقتي نشوف الحالة العطفية لبرج الجادي. نتطمن على اخواتنا وصحابنا برج الجادي.